سؤال بتقول بنت الرب تركت رسالة بتقول فيها أن زوجها مقيد بالعادة السرية وهي لا تعرف كيفية التعامل معه تريد إرشادك أبونا التعامل الاجتماعي لوحده مش هيكفي لأن ده معناه أنه هو ما بلوش ارتباط بربنا كويس ضميره سميح له بكده معناه أنه هو مش هبعان بربنا معناه أنه هو وجوده في كيسة وجود مظهري مش حقيقي لكن مفيش أي ده حتى لو مش متجوز لكن مرتبط بربنا صحيح مش حيلجأ للخطيئة ديت خالص هيبقى متعافف عن طب ما يوسف الصديق مثال ولا كان معسر الاعتراف ولا سر التناول من جهس رب ودمه ولا المعمودية ولا الميرون المقدس ولا كل وساط النعمة اللي احنا محظوظين بيها دي من استمتع بيها وكان شاب متجوز كمان ومع ذلك لما امرأت فوت فاعر وزير مصر طلبت أنه يعمل معها الخطيئة رفض وقال لها كيف أفعل هذا الشهر العظيم وأخطئ إلى الله الله كان حاضر في حياته فرفض حتى عرض تعرض عليه من واحدة مراد الوزير وكان عبدة عندها كانش حرض كمان دي معناه ان الاستقبل الله وما خافت الله لما تبقى في القاب تخلي الإنسان فلازم تخلي أب اعترافه من غير ما يقوله يعني من غير ما أب الاعتراف يقوله انك انت شكتيره بس يقوله يا ابونا اهتم بيك كذا كذا من غير ما يعرفه ان انا جبت لك سيرة يعني حاولت تساعده في انه يخلص من الخطيئة دي وان شاء الله بالصلاة والصلاة من أجله يتحرر منها ويبقى زي الفل لكن كلمة اولاقلك يا بنتي مستعالش مني انت اشبعية مش هادر اقولك اكتر من كذا لكن بقولك انت اشبعية انت يعني خليه استغنى عن ديت بقي نشتك بدلالك بمحبتك با مش هادر اقولك اكتر من كذا انت اشبعية خليه يستمتع بالحلقة معاك ما تخلوش يدوروا على حاجة تانية يستمتع بيها ده إلي الجوار اللي أنا قلته في الأول